قد يصعب علينا التصديق أنه في وقت الضيق قد نرفض الحبيب والصديق فبسبب ضائق مالية وأزمات اجتماعية وتوتر سياسي ومنحدر اقتصادي يفقد الكائن البشري سيطرته على مصيره الحتم فيحول دون وعي أو إدراك لوضع حد لهذا الإرباك فيوقف مسيرة النضال هاربا من المصائب الثقال فينتحر الانتحار هو ذلك العمل الذي به الإنسان يبحث عن قتل نفسه يتعدى على نفسه ويريد أن يضع حدا لحياته مع الأسف الانتحار بحد ذاته هو الهدف من قتل النفس قتل الذات الذي يقصده الفرد في وضع حد لحياته شخصية هذا هو تعريف الانتحار أنه الفرد قاصد أنه ينهي حياته الانتحار هو أن يقدم الإنسان لوضع حد ونهاية لحياته لظروف يمر بها في أسباب كتير بتتعلق بكل شخص إذا يصل لهذه المرحلة أو لا كل بني آدم بفوت في ضغوطاته بأزمات معينة بحياته بتوصله لمرحل اللي فيها يقرر أنه يقتل ذاته بس كل بني آدم عنده تاريخه تاريخ معاملته مع الأزمات تفرق من بين آدم للتاني فهذا بخلي أنه في نفس الأزمات في نفس الأوضاع يصلوا للانتحار وفي ناس تانين اللي هن بتعاملوا معاها مع الصعوبات بس بقدروا يتعاملوا معها بطريقة إيجابية ويطلعوا منها لكل فرد لكل حالة أسبابها ما منقدر نعمل تعميم شامل لا بل إنه ممكن نعمل قراءة خاصة لكل حالة اللي ممكن نتحدث عنها ممكن نذكر إنه الانتحار هو ممكن يكون بطريقتين أولا طريقة مباشرة إن أنا هادف إنه أأتل حالي أنا حياتي وبطريقة غير مباشرة إنه أنا ما كنتش آسد ولكن هذا صار عند الأطفال اللي ممكن نقول يعني الأطفال لحد مرحلة 12 سنة مش إنه بفكروا في هذا العمل علشان ينهوا حياتهم لابل ممكن يكرروا هذه اللفظة علشان يلفتوا انتباهنا وهذا عامل خاص اللي نحن لازم دايما ننتبه له هل هو أو هل الانتحار أو إذا شخص قالنا إنه رح ينتحر هو عمل رح الفردي حقيقه أم هو عمل مجرد لفت انتباه الآخرين لأنه عم يطلب مننا مساعدة معينة بجيل المراهقة وإحنا بنعرف إنه هذا الجيل هو فترة مصيرية بحياة البني آدم لأنه فيها ببدأ يثبت منه تقديره لنفسه يقيم هويته منه فبهاي الفترة فترة اللي فيها الانتقال سريع من جيل الطفولة لجيل البلوغ أو الجيل الشباب فالضغطات موجودة كتير بهاي الفترة منها الضغطات النفسية زي ما حكينا بالمدرسة ومشاكل مع المدرسة أو الأصدقاء وبالنسبة لهنا مجموعة الأصدقاء في هاي الفترة كتير مهمة بالإضافة لإنه اللحاء التغير الجسمان الفيزيولوجي الموجود بالجسم عند البني آدم المراهق هو سريع فالحالات النفسية اللي بتكون فيها بهاي الفترة متقلبة كتير فكتير مهم الأهل بهاي الفترة ينتبهوا بحصائيات بتقول كمان قديش نسبة المراهقين المنتحرين نسبة كبيرة فمنحكي عن 22% اللي هن موجودين فيه كمراهقين 18% منهن ممكن يكونوا بحالة انتحار غير انه معروف جدا انه في غير الانتحار في عنا المحاولات الانتحار الشباب عندنا فكرة الانتحار صادقة أكثر من البنات بمعنى أنهم يقومون بالعمل بينما البنات يخبرون بغاية أو يريدون أن ينتحرون ولكن لا يقومون بالعمل بنفس النسبة زي الشباب مثل الشباب محاولات الانتحار عم نحكي عن أضعاف 100 أضعاف أكثر من النسبة الموجودة في الانتحار فعلي نحكي عن الولاد اللي هن ممكن ينتحروا بشكل حازم وبطريقة ممكن تكون سريعة وواضحة أكثر من الفتيات اللي بيحاولوا أكثر من الأولاد فمهم جدا في هاي الفترة بالفعل الأهل يكونوا كتير يقضين ومنتبهين للحال النفسية تبع الولد أو البنت مهم جدا يعرفوا كمان بنفس الوقت أنه في لفض كلمة الانتحار موجود أنه المنتحرين أنه البالغين بالذكروا دايما أنا بدأ أنتحر أو بدأ أحاول أنتحر أو كل هاي الشغلات بس معروف أنه من جيل الخمسة عشر لجيل تقريبا ١٨ هاي الكلمة بتنذكر مش مقصودة وأنما هدا بقول أنه في هون ضغط نفسي في مشكلة حتى لو أنه يعني عدم الانتباه للجملة أو تجاهل الجملة هدا بقولش أنه في عنا مشكلة وإنما لازم ننتبه لها فمش دائما هنه قصدين ينتحروا بهذا الجيل وهي ظاهرة طبيعية وإنما مهم جدا أنه نعرف أنه في وضع أزمة ولازم نهتم في عنا ظروف اللي هي بتعطي هذا التوجه لهذا العمل نحن ممكن ننتبه إن كانت هناك أسباب اجتماعية إن كانت هناك أسباب فردية ومن هذا المنطلق ممكن نتوجه للفرد نفسه كعلاج فردي لمساعدته بشكل فردي أو من ناحية اجتماعية ننتبه ما هي الظروف التي أدت إلى قيامه بهذا العمل من المسؤول من المتهم من المجرم في حقكم وحقنا أهم أطفال وبؤساء بلا منازع أهي أنانية الرؤساء والحكماء أهي قضية المجتمع الذي تفتقرون إلى حنانه وقوة تكتله ودفء صدره أم هي إحدى ألاعيب القدر ترك الانتحار مختلفة طبعا حسب الزمان والمكان وحسب العمر نحن ممكن ننتبه إنه الحالات اللي ممكن نواجهها هي تناول الأدوية ليش؟ لأنها سبب بسيط جدا موجود بأي مكان وبأي زمان وعلى متناول اليد فيه أشخاص كمان بيروحوا للانتحار عن طريق الشن فيه شباب خاصة اللي هم مندفعين جدا ممكن كمان يستعملوا السيارة كوسيلة للانتحار فما من يقدر نتحدث عن طريقة واحدة للانتحار هناك عدة طرق للانتحار ولكن تختلف كمان بحسب الثقافات تختلف بحسب المستوى اللي ممكن الإنسان يكون موجود فيه إن كان بمستوى نقول أكاديمي مستوى مهني مستوى عامل ومستوى الاجتماعي اللي ممكن كمان تكون كخلفية رادعة لهذا السلوك إذا ما نحكي عن العائلات كتير مرات المجتمع هو سبب أساسي في إحباط هاي العائلة أكتر وأكتر شغلة مهمة اللي بتصير مع العائلة هو فقدان عزيز وهذا العزيز اللي هو جزء من عائلتهم مع كل الأسباب اللي مات فيها بس هو مات فهو بعيد عنهن وهذا الشعور بإنه فقدو هذا مصيبة بحد ذاتها بس المشكلة الأكبر إنه تصير المجتمع اللي حواليهم بساعدوا إنه هذا المصيبة تكبر جزء من الأشياء اللي بشعروها الأهل هي الشعور بالعار أو كانها وصمة لأنه هذا فيه فشل معين موجود بهاي العائلة هدول الناس مقدروش يوصلوا لهذا الشاب ليش أو هذا البنت أو أي شخص أكيد فيه فشل معين أكيد هنه ما عندهنش المقدرة يكونوا عائلة محبة ليش هذا البني قدم ترك هاي العائلة؟ فدايما العائلة تبعت العائلة المنتحر مشغولين دايما بالأسباب وليش؟ غير الإحباضات التاني اللي هنه كمان بحسوا كأنه هذا القيم اللي عاشوا عليها الإيمان بإنه العائلة وبإنه الشغلات اللي هنه تعودوا عليها تزعزعت ففيه فقدان كتير لكل القيم اللي هنه تعودوا عليها فكل العائلة ممكن تتزعزع من الأولاد من الأهل من الزوجة إذا كان أو الزوج أو كل فرد موجود بها العائلة صار عنده تزعزع بالمفهوم العائلة فرق خاصة الفرق الدينية اللي هي ممكن تصير في طريق اللي توجه المجموعة لنبوة اللي ممكن تكون مغلوطة جدا مثلا صارت أبل أكم سنة ظاهرة معينة أنه انتهاء العالم رح يكون في سنة كذا وكذا وفي تاريخ كذا وكذا فكل هذه المجموعة عرضت حالها لنهاية الحياة وقاموا بعمل انتحار جماعي لأنه رح تكون هناك نهاية الدنيا فهنا ممكن ننسب هذه الأعمال إلى تقوس لفئات دينية خاصة اللي بتعتقد أنه الانتحار هو خلاص لأنفسهم عدا من إنه يواجهوا الواقع اللي ممكن نحن نعيشه يوميا ما الانتحار سوى التدخل في قرارات خالق هذه المسكونة وعدم الاكتراث لمن يطوقوننا بعنقود محبتهم وصدق مشاعرهم فلا نكترث لهم بجميلهم بالزمن الذي نحلق فيه بكوكب الغموض والضياء تاركين وراءنا من يلعن الساعة ويبكي دما وماء فالإسلام حرم أن يقتل الإنسان إنسانا غيره الله عز وجل قال ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فكيف يمكن أن يمنع الإنسان من قتل غيره ويحرم عليه ذلك ويقوم هو بأن يقتل نفسه ويعتدي على نفسه النفس هي مما جاءت الشريعة لتحافظ عليها الشريعة جاءت لتحافظ على النفس وتحافظ على العقل وتحافظ على الدين وتحافظ على المال فكيف لإنسان أن يعتدي على نفسه هذه وبالتالي فالله سبحانه وتعالى حرم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حرم ذلك في الحديث الشريف لما قال ومن قتل نفسه بحديدة أي سكين يعني فحديدته في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم ومن تحسى سما يعني شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم وهذا يؤكد بشكل واضح على أن قتل النفس إنما هو حرام في الإسلام لأن الحياة هبة من الله على الإنسان أن يتصرف بالحياة وأن يستخدم الحياة وأن يستثمر الحياة ولكن الحياة نفسها بيد الله وهي هبة الله ثانيا هو تعدي على حق الإنسان تجاه نفسه فعلى الإنسان أن يحب نفسه محبة حقيقية صحيحة وأن يثق بنفسه وأن يكون لديه تقدير بنفسه وهذه المحبة لنفسه هي نتيجة محبة الله لكل إنسان ولكل واحد منه وثالثا هذه الجريمة ممنوعة وخطيئة كبيرة لأنها ضد حقوق الإنسان نحن جزء من المجتمع من العائلة جزء من الكل فعلينا وجبات وعلينا حقوق فهناك تضامن وهناك علاقات قوية جدا بين الأفراد فعندما يتعدى الإنسان على الحياة يخالف فعلا هذه العلاقة ولا ينمي هذا التضامن بين الجميع وبالتالي مثل هذا الإنسان المنتحر نحن نعتبر أنه اعتدى على ما لا يملكه الروح هذه التي أجهز عليها هذه الروح من الله تبارك وتعالى وبالتالي فهو اعتدى على ما لا يملكه وفي تقديري يجب أن يصار إلى فهم أن الانتحار إنما هي ظاهرة اجتماعية سلبية لابد من الانتباه ووضع الحلول بعد معرفة الأسباب في السابق حرمت الكنيسة القيام بمراسيم جنازة ودفن المنتحر هل أخبرتنا ما هو الوضع اليوم؟ الموقف هذا موقف الكنيسة يتطلب شرحا بسيطا جدا الموقف هو هو ولكن المفهوم لمسؤولية الإنسان في هذه العصور الحديثة تغير قليلا لبل كثيرا حتى فاليوم نفهم أن الإنسان الذي ينتحر ليس مسؤولا عن نفسه فلذلك الكنيسة تتبنى أسلوب الرحمة لأن الإنسان غير مسؤول عن القيام بهذا العمل طبعا الشيء يختلف إذا كان الإنسان مصمم بصابق التدبير وبصابق التصميم هذا يختلف كليا وهذا مع الأسف يحدث أيضا في بعض الحالات ولكن في كثير من الأحيان الأسباب هي أسباب نفسية هي أسباب خارجية تجعل الإنسان عاجزا أو ضعيفا أمام مواجهة هذه الصعوبات فهناك اليأس فهناك الاكتئاب فهناك الشعور بالعجز وبالضعف أمام مواجهة الصعوبات وتحمل المسؤوليات هل الله تعالى يسامح الشخص المنتحر؟ نحن نؤمن أن الله فعلا رحمة وأن الله محبة وهو يحب الجميع ويريد الخلاص للجميع ويريد أن كل إنسان ينال الحياة الأبدية وفي نفس الوقت كل إنسان مسؤول عن نفسه فنحن لا نحكم نجعل الله هو يحكم عندما نحن نكرر عندما ندفن بإنسان أو نسمح بالدفن مثلا لإنسان انتحر نحن نقول الحكم لله علينا فقط أن نثق بالله وبرحمته الله سبحانه وتعالى حرم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حرم ذلك في الحديث الشريف لما قال ومن قتل نفسه بحديدة أي سكين يعني فحديدته في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم ومن تحسى سما يعني شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم وهذا يؤكد بشكل واضح على أن قتل النفس إنما هو حرام في الإسلام هل التمسك بالإيمان والدين يردع المنتحر من القيام بارتكاب هذه الخطيئة؟ أكيد الإيمان وسيلة قوية جدا في يد الإنسان لتعزيز الثقة بنفسه وتقدير بنفسه ثقة جميلة وثقة صحيحة طبعا بأي معنى؟ أولا ظاهريا وتاريخيا وفي الواقع نرى أن المجتمعات التي ابتعدت عن الإيمان بالله هي مجتمعات معرضة للانتحار أكثر من غيرها ونرى أن الأشخاص الذين يلتجئون ليس فقط إلى قوة أنفسهم إلى الأسباب البشرية والنفسية إلى آخره ولكن يلتجئون إلى كلمة الله إلى الإيمان بالله وإلى محبة الله هؤلاء الإنسان يتمتعون بسلاح أقوى في مواجهة هذه التجارب سيادة المطران بولوس ماركوتسو ماذا توجه لعائلات المنتحرين؟ طبعا هؤلاء العائلات تعاني مصيبة كبيرة ونحن نقول لا تأيأسوا لا للخوف ولليأس هذا الإنسان وإن ابتعد عنا لا يزال معنا وهنا نتذكر بما نطق به الكديس بولوس رسول الأمم عندما قال من يحيى لا يحيى لنفسه بل للرب ومن يموت لا يموت لنفسه بل للرب فإن حيينا أو موتنا فنحن لرف الرب فلربما أجمل تعزية لكل عائلة تعاني من هذه المشاكل أن تعرف أن هذا الإنسان هو فعلا إنسان سبب ألم ولكن في نفس الوقت هو لا يزال معنا ونحن معه فنحن إذن متحدون في ظل مرور كفركنة بحالتين أو ثلاث حالات في المدة الأخيرة وعشرات الحالات في وسطنا العربي أنا أعتبر أن هناك ظروف غير عادية مر بها مجتمعنا عبر رؤية ومعايشتي للعائلات التي انتحر أبناؤها لا شك أنهم يعيشون حالة من المعاناة لا بد من أن نقوم نحن بالوقوف إلى جانبهم وتهديدا الأبناء أنا أعتبر حقيقة أن أبناء المنتحرين بحاجة إلى وقفة اجتماعية ووقفة نفسية معهم حتى لا يصار من قبل بعض عديمي المسؤولية بأن تعتبر هذه كأنها وصمة عرعى لهؤلاء الأبناء ابن المنتحر حقيقة لم يرتكب جرما حتى يشار إليه بالبنان وزوجة المنتحر ووالد المنتحر لم يرتكب جرما حتى يتم الإشارة إليه بإصبع الاتهام لا بل هؤلاء يعيشون حالة معاناة يجب أن نساعدهم ونقف إلى جانبهم وليس أن نزيد همهم هما ماذا تقول لكل من حاول الانتحار مرة ولم ينجح في ذلك أقصد أنه ما زال على قيد الحياة بكل بساطة وبكل شجاعة يجب أن نقول لهذا الإنسان الحياة جميلة لأنها هبة من الله لأنها محبة ولأن الإنسان مدعو إلى أن يكون سعيدا إلى أن يكون حيا إلهنا هو إله الأحياء ليس إله الأموات ونحن خلقنا للحياة وللأبدية وللخلود وليس للفناء وللزوال وللموت وحضاراتنا هي حضارة حياة حضارة محبة حضارة تضامن وتعايش مشترك ليست حزن واكتياب ويأس فلذلك نقول يجب أن نساعد ذلك الإنسان أن يكتسب ثقة بنفسه ونقول له أننا معه يجب أن نظهر له كل وحدة وكل مشاركة وكل محبة وكل تضامن طبعا ومساعدة عند الضرورة لأن الأسباب الخارجية أسباب المجتمع وارد أيضا بين الأسباب التي تؤدي بعض الأشخاص إلى هذا العمل المؤسف جدا طبعا وثانيا نقول لهذا الإنسان أن الله لا يترك أي إنسان مهما ترك الإنسان الله فالله نفسه لا يترك أي إنسان فالعودة إلى الثقة بالله إلى الاتكال بالله وبمحباته مهما كانت الظروف صعب جدا ومهما كان الصليب وراء الصليب حياة جديدة وقيامة جديدة الحياة لها طعم ولها لذة بل ولها رسالة والموت آت لا محالة فلماذا الاستعجال على هذا الموت هو سيموت له لا شك ولكن يجب أن يستفيد مما بقي له من عمر أولا لأداء دوره كإنسان في طاعة الله وثانيا لأن له في المجتمع رسالة يجب أن يؤديها يجب أن نكون فعلا رسلا للحياة رسل لحضارة الحياة مع الأسف في مجتمعنا بطريقة أو بأخرى هناك تفشي للروح العنف والعلاقة غير الإنسانية البشرية فيما بيننا فعلينا جميعا كمؤمنين كمسيحيين مسلمين ويهود كمؤمنين أولا كأبناء البشرية الأسرة البشرية وثاليا كأبناء الإيمان أبناء إبراهيم أن نكون فعلا دعاة رسالة الحياة ودعوة الحياة ودعاة المحبة والحضارة والتعايش والتضامن فيما بيننا وهذا سيساعد كثيرا لتخفيف هذا الجو هذه الظاهرة من العنف الذي في كثيرا من الأحيان تذهب إلى الانتحار أو إلى أعمال جريم مجرمتان فنحن علينا بهذه المناسبات في هذه الأوان أن ننشر الثقة بالإنسان بتقدير الإنسان وبقيمة التعايش بين الجميع